موسيقى حقق نادي الهلال فوزا صعبا للغاية على التعاون بهدفين مقابل واحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وبهذا الفوز انفرض الهلال بصدارة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط حيث كان قد حقق الفوز في الجولة الاولى على الطائي بهدف مقابل لا شيء وعلى الرغم من صدارة الدوري الا ان جماهر الهلال اعربت عن غضبها الشديد من مستوى عدد من نجوم الفريق الاول لكرة القدم وعلى رأس النجوم الهلاليين الذين تعرضوا للهجوم الجماهيري الحارس عبدالله المعيوف حيث تم تحميله مسؤولية هدف التعاون بعد ارتكابه خطأ فهدحا وطلب عشاق الزعيم من مجلس ادارة النادي برئاسة فهد بن نفل طرد المعيوف في اسرع وقت ممكن واصفين اياه بالمنتهي الذي قد يؤدي بقاؤه الى كوارث مستقبلية خطيرة وتأتي مطالب جماهر الهلال متناسقة مع رؤية البرتغالي ليوناردو غارديم المدير الفني للفريق الاول والذي منذ اليوم الاول لتوليه المنصب وهو غير مقتنع باداء المعيوف ويطالب بالتعاقد مع حارس جديد وهناك اسمان كبيران ارتبطا بالانتقال الى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال لدعم مركز حراسة المرمى وهما محمد العويس من الاهل السعودية ومحمد الشناوي من الاهل المصرية والاعلامي الرياضي حسون البقعاوي كان قد اكد في وقت سابق على وجود مفاوضات بين الهلال والعويس مع احتمالية كبيرة لانتقال اللاعب الى قلعة الزعيم في الصيف الحالي اما الشناوي فكشفت تقارير مصرية خلال الايام الماضية عن استفسار الادارة الهلالية من نظرتها في الاهلي بشأن امكانية التعاقد معها وفي حال نجح الهلال في التعاقد مع الشناوي او العويس فان ذلك سيكون بمساعدة مباشرة من الغريم الازالي النصر والنصر كان من اكبر المهتمين بالتعاقد مع الحارسين الكبيرين لتعويض الاسترالي براد جونز ولكنه انسحب من صراع ضمهما ليفتح الطريقة امام الهلال ويركز النصر حاليا على التعاقد مع الحارس سانتوس نيتو نجم نادي اتليتيكو بارانينسي البرازيلي وحسب الاعلامية رايسا قدم النصر عرضا رسميا بالفعل النادي البرازيلي للتعاقد مع سانتوس الذي توج مؤخرا باولمبياة توكيو 2020 مع السامبا وتدرس ادارة اتليتيكو بارانينسي حاليا عرض النصر قبل الرد بالموافقة على الصفقة من عدمها شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد قبل الرد بالتعليقات اشتركوا في القناة